اولادي وبانتي طلب الطالبات الصف الرابع الابتدائي اهلا بكم. هنكمل مع بعض النهاردة المفهوم التالت مصادر الطاقة المتجددة. قلت ان مصادر الطاقة المتجددة هي الشمس الرياح والمية. واخدنا في الفيديو اللي فات ازاي نستخدم الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة المتجددة. عملنا منها ايه? حولناها. يا اما الطاقة حرارية يا اما الطاقة كهربية. تعالوا مع بعض النهاردة. ناخد ازاي ممكن استخدم طاقة الرياح لتوليد الكهرباء. هنستخدم اجهزة اسمها توربينات الرياح. طب تعالوا نشوف ازاي اقدر اعمل ده. اساس اي طاقة هي برضو الشمس. ايه ده? ازاي? يعني اعلاقة الشمس بالرياح? دي الشمس هي السبب في هبوب الرياح. ازاي? الشمس بتدفي الهوى. طب انا عندي منطقة ضربة فيها الشمس. منطقة تانية بعيد شوية عن الشمس فالهوى فيها بارد. المنطقة اللي الشمس ضربة فيها هتتدفق او الهوى فيها هيسخن. والمنطقة التانية اللي جنبها دي هيت الهوى فيها بارد. فيحصل اختلاف في درجات الايه? الحرارة. ليه? عشان المناطق المختلفة بتتعرض لكميات مختلفة من الطاقة الشمسية. واحدة بتسخن واحدة لا. ما كان فيها هوى سخن وما كان فيه هوى بارد. بسبب الاختلاف في درجات الحرارة ده هيحصل تحرك للهوى. تحرك الهوى ده اسمه الرياح او هبوب الرياح. يبقى الرياح معناها هوى بيتحرك بقوة. طب الهوى تحرك بقوة ليه? بسبب اختلاف درجات الحرارة بسبب برضو الشمس. تمام يا ولاد? يبقى احنا عرفنا الاول ازاي الرياح جات منين? طيب. بقى في رياح. ازاي يستخدم بقى الطاقة بتاعتها? ازاي يستخدم طاقة الحركة بتاعتها? بنيجي نستخدم اجهزة اسمها توربينات الرياح. اللي هتستخدم الطاقة الحركية بتاعتها عشان تولد لي كهربا. ازاي بقى? التوربينات الرياح دي هيت لما الرياح بتغبط فيه شفارات التوربين بتعمل على دوران الشفارات دي هيت وحركتها. بعد كده طاقة الحركة هتنتقل الاجزاء الداخلية من التوربين وتشغلي حاجة اسمها المولد الكهربي اللي جوه التوربين. المولد الكهربي من اسمه مولد كهربي يبقى هيحول للطاقة الحركية بتاعت التوربين لطاقة كهربية اللي بعد كده هتمشي في الاسلاك وفي الاسلاك الضخمة اللي مصنوعة من النحاس وتوصل للاماكن اللي احنا محتاجين فيها الكهرباء. دي طريقة عمل توربينات الرياح. تمام يا ولاد? طيب. توربينات الرياح هحطها فين? اكيد لازم اناقي مكان يكون فيه رياح شديدة عاصفة الرياح زي الصحرة مسلا. لاني لو ما عملتهاش في مكان عاصفة الرياح ممكن الهواء يبقى الهبوب الرياح في اه اه او المنطقة دي هبوب الرياح فيها ضعيف. يبقى الشفرات تتحرك ببطء يبقى مش هتطلع الكهرباء بالكفاءة اللي انا عوزيها. عشان كده دايما بختار مكان يكون اماكن عاصفة الرياح. دي كده عرفنا ازاي نولد كهرباء من الرياح سهلة وبسيطة. نيجي بقى للمية. بستخدم طاقة الشلالات او طاقة المية عشان اولد الكهرباء باستخدام اجهزة اسمها توربينات المياه. ازاي? انتو عارفين ان مية الشلال بتاع النهر بتلاو المية دايما بتقع من فوق لقى تحت. يعني المية بتجري في المنحدرات لاسفل. كلنا عارفين الشلال وشايفين المية بتنزل ازاي? طب هي المية بتنزل لتحت ازاي? افتكروا مع بعض اللي خدتوه في الترم الاول. ان هاي حاجة بتقع من فوق لتحت ده بسبب طاقة ايه? طاقة وضع الجاذبية اللي بتتحول لطاقة حركة. اصل المية بتاعت الشلال وهي فوق نخزينا طاقة وضع الجاذبية. لما المية تجي تقع من فوق الشلال بسبب الجاذبية الارضية اللي بتشدها. هتتحول طاقة وضع الجاذبية لطاقة حركة. طب انا جيت عندي نهر. وجيت عن نهر ده بنيت سد. انا ليه بنيت سد? عشان ازود طاقة وضع الجاذبية يعني ايه السد بيمنع تدفق المية بيتحكم في طريقة سريان المية في النهر ويخزن المية وراه ويخليها تعلى فالمية لما تعلى ورا السد هتعمل ايه هتخزن طاقة وضع الجاذبية فيها كبيرة جدا طيب انا دلوقتي سديت المية بالسد اللي بنيته عن نهر فالمية خزنت جواها طاقة وضع كبيرة جدا زودتها ايه اللي يحصل اول مفتح البوابات بتاعة السد هتحرر المية هتطلقها يعني هتخليها تقع وتنزل المية لما هتيجي تسقط هيحصل ايه هتتحول طاقة الوضع الكبيرة دي لطاقة حركة طيب تحولت لطاقة حركة ايه اللي يحصل تيجي بقى المية تنزل من السد ده تغبط في التوربينات بتاعتي وطاقة الحركة هتخلي التوربينات بتاعتي تتحرك وتلف الشفارات بتاعتها لما الشفارات تتلف وتحرك التوربين بتاعي التوربين متوصل بجهاز اسمه المولد الكهربي اللي هيشتغل ويحول الطاقة الحركية لطاقة كهربية يعني ولد كهرباء الكهرباء دي هتخرج وتمشي في الاسلاك الضخمة وتنتقل الاماكن اللي احنا عاوزنها طيب انا كده ولدت كهرباء من المية بسميها طاقة كهرومائية كهرو يعني كهرباء مائية يعني من المية يبقى الطاقة الكهرومائية دي طاقة كهربية بس نتجت بسبب حركة المية في توربينات المياه خلاص يعني بسبب طاقة الحركة بتاعت المية فعشان كده سميناها طاقة كهرومائية وسمينا السد اللي بننادى وبنولد منه كهرباء السد الكهرباء ليه عشان كان الهدف منه توليد الكهرباء. زي السد العالي في اسوان. طيب. معنى كده ان سواء التوربينات الهوائية او التوربينات المائية اللي اتنين زي بعض في حاجة. ايه هي? ان اللي اتنين محتاجين طاقة حركة تشغل التوربينات والتوربينات تحول طاقة الحركة لطاقة كهربية. وتولد الكهرباء. يعني بتولد كهرباء من مصادر طاقة متجددة. امال ايه الفرق? الفرق ان التوربينات الهوائية تستخدم طاقة حركة الرياح. لكن التوربينات المائية بتستخدم طاقة الحركة بتاعة المية. طيب. نيجي بقى نقول ليه المية تعتبر مصدر طاقة متجددة? عشان المية بتمر بحاجة اسمها دورة الماء ودي زاهرة بتحصل في الطبيعة. تخيلوا عندكم كباية مية. كل مشرب منها حبة ارجع زودها تاني. هتخلص? لا. هيا دي دورة الماء في الطبيعة. ان مية النهر اللي قدامكم يحصل لها تبخر وتكسف فتعمل لي صحب. الصحب دي تتميلي بالمية تجيب دنيا تمطر تنزل مية المطار ترجع تملالي النهر ده تاني. يبقى المية اللي نقصد بسبب انها تبخرت وعملت لي سحابة. رجعت تاني بصورة مية مطر مالت لي النهر ده. مية اخدتها من الكوباية رجعت تكملتها تاني. يبقى ما بتخلصي. وعشان كده المية من مصادر الطاقة المتجددة. لانها بتتجدد باستمرار عن طريق ظاهرة ايه او عن طيق عملية ايه دورة الماء في الطبيعة اللي بتحصل لها. تمام يا ولاد? طيب لحد هنا خلص المفهوم التالي بتاعنا. كان مفهوم سهل وبسيط. اتمنى لكم التوفيق حبيبي. كده احنا خلصنا الوحدة التالتة كلها. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنبدأ في المفهوم الاول في الوحدة الرابعة. مع السلام.